موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أخبار عمان وتتابعون في أبرز العناوين معالجة مغالاة الأفكار في العالم العربي محور نقاشات مؤتمر التطرف الفكري المنعقد في مسقط نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية تحتضن فعاليات مهرجان المسرح العماني السادس الجيش السلطاني العماني والحرس السلطاني يحتفلان بيوم المتقاعدين موسيقى وتتابعون في أخبار المحافظات اتفاقيات عمل بأكثر من أربعين مليون ريال عماني مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى الرابع لموردي أوربك موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معالجة والقضايا المتعلقة بالتطرف الفكري في الوطن العربي في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية من أبرز ما دعا إليه مؤتمر التطرف الفكري ومدى تأثيره على المجتمع العربي المنعقد في مسقط المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العمانية للكتاب والأدباء يبحث في جلساته ظاهرة العنف في المجتمع العربي والفكر العربي جاء على دن من مفكري الوطن العربي إلى مسقط ليتباحثوا بمنطق الحوار في مؤتمر التطرف الفكري ومدى تأثيره على المجتمع العربي محاولة منهم الخروج بنظرة تعمم على أوساط المجتمعات العربية التي انزلق بعضها إلى بؤرة الفرقة والتشدد والمذهبية يأتي مؤتمر التطرف الفكري ومدى تأثيره على المجتمع العربي في ظل هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن العربي الذي نشهد فيه صراعات على كل المستويات هذه الصراعات تداخل فيه الجانب الديني مع الجانب السياسي مع الجانب القومي مع الجانب الطائفي سياسيا لم يغب الفكر السامي عن المؤتمر فالمفكرون العرب دار بعض حديثهم عن تمكهن وساطات السلطنة في استئناف محادثات الملف النووي التي كللت بالنجاح والوساطة في ملف أزمة اليمن وغيرها كما تم التباحث خلال الجلسات في مواضيع العنف في المجتمع العربي والفكر العربي والعلاقة بالمتغير السياسي والعلاقة بين البنية الفكرية والبنية الاجتماعية في عمان عمان أرض تسامح وأرض اعتدال وأرض تمثل النقيد الحقيقي لما نراه من عواصف دموية في المنطقة كلها هذه العواصف أصلها بدون شك مرتبط بمشاريع خارجية تريد تدمير أمتنا ومنطقتنا وعقيدتنا وحضارتنا ولكنها أيضا ما كان ممكن لهذه العوامل الخارجية أن تفعل فعلها لو لا وجود بيئة فكرية مناسبة لها تقوم على التطرف على التعصب على إلغاء الآخر المفكرون العرب تساءلوا عن بوصلة السلام إلى أين تتجه في الوطن العربي لعادة أرضه إلى بر الأمان أجندة السلطنة تدعو إلى نبذ التطرف والتعصب على الصعيدين المحلي والدولي في وقت تحصل فيها على درجة صفر في سلم المؤشر العالمي للإرهاب وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية فارس بن جمعة لهابي مصقاط احتفلت جامعة السلطان قابوس بتخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلاب وطالبات الكليات العلمية تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار نعم حيث تخرج في الحفل أكثر من ألف وثلاثمائة طالب وطالبة من الكليات العلمية بدرجات البكالاريوس والماجستير والدكتوراه بأحلام تعانق السماء وبآمال كبيرة نحو خدمة الوطن احتفلت جامعة السلطان قابوس بتخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلاب وطالبات الكليات العلمية وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار سعاد بن يوسف بن صالح الرواحي فرحة التخرج شملت هذا العام أكثر من ألفين وتسعمائة خريج وخريجة بدرجات البكالاريوس والماجستير والدكتوراه حيث تجاوز عدد خريجي البكالاريوس في جميع الكليات ألفين وخمسمائة خريج وخريجة بينما زاد عدد خريجي وخريجات درجة الماجستير عن مائتين وتسعين خريجا وخريجة أما حملة درجة الدكتوراه فكانوا ثمانية عشر خريجا وخريجة إضافة إلى مائة وتسعة أطباء من خريجي كلية الطب وحدها الكليات العلمية انفردت بأكثر من ألف وثلاثمائة خريج وخريجة متوزعين على كلية الطب والعلوم الصحية وكلية التمريض وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة بالإضافة إلى كلية العلوم حيث أشهد سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس إلى أن الجامعة تشهد تخريج الدفعة السابعة من حملة شهادة الدكتوراه والدفعة العشرين من حملة شهادة الماجستير والدفعة السادسة والعشرين من حملة شهادة البكالاريوس ندعو خذجي جامعة السلطان قابوس لحمل لواء بناء عمان ولا يتأتى ذلك إلا بمواصلة الكفاح واستمرار البذل والعطاء فأمامكم مشوار طويل طويل جدا فلنرى صنائع المعروف فيكم ولنلتمس بصامات الخير منكم فهناك عند نزولكم للميدان تدرك قيمتكم وقيمة ما تعلمتموه في هذه الجامعة الغراء في نهاية الحفل قام معالي السيد راعي المناسبة بتوزيع الشهادات على الطلبة الخرجين وسط حضور لافت من أهالي الخرجين والخرجات انطلقت في المركز الثقافي بولاية نزوى فعاليات مهرجان المسرح العماني السادس وسط حضور واسع للفنانين والنقاد المسرحيين من داخل وخارج السلطنة المهرجان الذي نظمته وزارة التراث والثقافة يعد ظاهرة فنية وثقافية لإبراز المواهب العمانية المشتغلة بالمسرح راعى فعاليات تدشين المهرجان مع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية مهرجان والمسرح العماني في نسخته السادسة يتوهج هذه المرة على خشبة مسرح المركز الثقافي بولاية نزوى ليعيش الجمهور مع جو من التنافس المسرحي بين ثمان فرق مسرحية وسط حراك مسرحي يسطر رسالة وعي ثقافي متجددة حقيقة نحن في عمان دائما ننتظر هذا اليوم أو ننتظر المهرجان لأن المهرجان معناها أن نجتمع على خشبة مسرح أن نجتمع على نص أن نجتمع على اتفاق أن نجتمع على ثقافة أن نجتمع على لقاء ودي حنين وحب المسرح دائما في علو فرق ستبذل كل ما في وسعها لتقديمه لتخرج بتظاهرة مسرحية جميلة تراعي القيم الجميلة تراعي البعد الإنساني البعد الحضاري للإنسان للسلوك البشري لأخلاقه لقيمه لأفكاره للمعتقداته المهرجان الذي يشكل تظاهرة فنية للمسرحيين والفنانين العمانيين كل عامين يستضيف كوكبة من أساتذة الفن والمسرح من مختلف الدول العربية الشقيقة في كل دورة في خطوة مهمة لتبادل التجارب والخبرات لا شك أن هناك نهضة مسرحية عمانية واضحة وهذا يدل على النهضة العامة بشتى الميادين والفنون والميادين الاجتماعية في عماني اتمام الجمهور الشعبي بشكل عام بمختلف الطبقات بالمسرح هذا الشيء سأسعدني جدا جدا والجدول للعروض الحقيقة منبدأ اليوم لكن واضح أن هناك زخم من العروض المتميزة وأيضا أنشطة وفعاليات مختلفة من ندوات وورش وهذا هو هدف المهرجان أن نلتقي وأن نفكر سويا في دورة هذا العام سعى المنظمون إلى تكريم كوكبة من الفنانين العمانيين والمخرجين المسرحيين الذين تركوا بصمة واضحة على الحراك المسرحي العماني تلما قال شكسفير أعطني مسرح أن أعطيك شعب المثقف والحمد لله الشباب شادين حالهم لكن لا بد أن تكون في مساهمة أكبر إن كان من قطاع الحكومة أو من قطاع الخاص أما بالنسبة للتكريم فالحمد لله رب العالمين يعني بعد 27 سنة حمل في زاهم الله خيرا عرض مسرحي عربي من العراق الشخيقة دشن العروض المسرحية في دورة هذا العام حمل عنوان حمام بغدادي ليكون العرض فاتحة المهرجان بإنضاء المخرج العالمي جواد الأسدي على مدى ثماني أيام متواصلة سيقدم مهرجان المسرح العماني السادس من عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 رسالة ثقافية وفنية واجتماعية بإمضاء ثماني فرق مسرحية أهلية عمانية سعيد بن ذيب الهنائي من عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 ولاية نزوى محافظة الداخلية تحتفل قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بيوم المتقاعدين والذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام حيث احتفل الحرس السلطاني العماني بيوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام وقد أقيمت فعاليات الاحتفال بمعسكر الأمان التابع للحرس السلطاني العماني تحت رعاية اللواء الركن خليفة بن عبد الله بن سعيد الجنيبي قائد الحرس السلطاني العمانية ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تقديرا للمتقاعدين للخدمات الجليلة التي قدموها خلال فترة عملهم بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني تحتفل قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بيوم المتقاعدين ويأتي هذا الاحتفال ترجمة لللفتة السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم السابع من ديسمبر من كل عام يوما للمتقاعدين من منتسبي قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع تقديرا ووفان وعرفانا بجهودهم المخلصة وما قدموه خلال خدمتهم المتفانية الوطنهم الغالي وتضحياتهم الجسيمة في ميادين الواجب الوطني يشكل هذا الاحتفال تكريما لكل الذين شاركوا في مسيرة تطور قوات السلطان المسلحة واستطاعوا أن يساهموا في مسيرة تنمية الشاملة في البلاد وسيظل السابع من ديسمبر من كل عام يوما يحتفى من خلاله بأولئك الرجال الذين قدموا أروع التضحيات في ميادين البذل والعطاء خدمة للوطن وجلالة القائد المفدى حفظه الله ورعاه فترة الإخبارية مستمثة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل خيارات متنوعة أمام الأسر لمستلزمات الأثاث المنزلي في معرض البيت العصري بمركز عمان الدولي للمعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات صباح اليوم في ولاية نزوة بمنطقة حي السعد نتج عنه نحو تسع عشرة إصابة تراوحت بين البالغة والمتوسطة منهم أربعة عشر شخصا من المركبة الأولى وخمسة آخر من المركبتين المصطدمتين معها وقامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى نزوة وبهلا لتلقي العلاج تعزيزا لثقافة البحث العلمي وتشجيعا للباحثين عن توظيف مهاراتهم وقدراتهم وإبراز أنشطتهم البحثية في شتى المجالات أقامت وزارة الصحة الملتقى السنوي الأول للبحوث الصحية الملتقى يهدف إلى بناء القدرات البحثية وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين من داخل وخارج السلطنة عن طريق حثهم على التقدم بمقترحاتهم للوزارة وتعريفهم بأنشطة مركز الدراسات والبحوث لتحسين النظام الصحي والرعاية الصحية رعى الملتقى مع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة مليون وتسعمائة ألف إجمالي عدد الزوار القادمين إلى السلطنة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 احتلت الجنسيات الخليجية نسبة الأكبر تلتها الجنسيات الأوروبية والآسيوية حيث بلغ إجمالي إيرادات الزوار من الفنادق في الثلاث إلى خمس نجوم مائة وواحدة وثلاثين مليون ونصف المليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر حسب ما أورده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سلطنة عمان وما تزخر به من مقومات سياحية مختلفة كانت محطة رحالي ما يقارب مليوني زائر حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2015 الجنسيات الخليجية شكلت النسبة الأكبر تلتها الجنسيات الألمانية والبريطانية والهندية كما بلغ عدد الزوار القادمين إلى السلطنة خلال شهر سبتمبر لهذا العام 275 ألف زائر مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 85% عن عام 2014 من نفس الشهر ما يقارب من 820 ألفاً إجمالي عدد النزلاء من الزوار الخليجيين والأوروبيين والأسيويين على فنادق السلطنة من فئة ثلاث إلى خمس نجوم حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام مسجلين إيرادات بلغت 131 مليون ونصف المليون ريال عماني حسب ما وضحه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات متأثرة باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسواق المال الخليجية تذبدباً في أدائها خلال شهر نوفمبر الماضي حيث أغلقت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء باستثناء سوق السعودية والكويت للأوراق المالية أما عن أحجام وقيمة التداول فقد سجلت ارتفاعاً لتلك الأسواق بنسبة 11.22% باستثناء سوقي الكويت والسعودية أقفلت بقية موشرات الأسواق المالية الخليجية على انخفاض بلغ متوسطه 4.19% وكان أكثر الأسواق ارتفاعاً هو السوق السعودي تداول بنسبة 1.5% أما أكثر الأسواق تراجعاً فهي البورصة القطرية بنسبة 13% نحن كما نعلم ونسمع أن هناك توجه لدى البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بالتأكيد أن هذا الرفع سيكون له أثر على أداء الأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المنطقة كذلك إضافة إلى ذلك يعني توقعات بأسعار النفط المستقبلية بالتأكيد ستلعب دوراً في تحريك عمل هذه الأسواق أما أحجام وقيم التداول فقد سقلت ارتفاعاً بنسبة 11.5% مقارنة بالشهر السابق ويعود السبب في ذلك إلى انتهاء الشركات المدرجة في هذه الأسواق من الإفصاح عن نتائج أعمالها المالية للربع الثالث وهذا بالتأكيد يؤدي إلى بناء مراكز استثمارية جديدة للعديد من المستثمرين بما ينعكس على التداول إجاباً عندما تتراجع أسعار النفط يكون هناك هاجس إلى أن توجهات الموازنة للعام القادم تكون أقل من العوام السابقة وهذا ما يعطي انطباع سلبي لدى المستثمرين ويدي إلى تراجع الأسواق بشكل عام ما زال المستثمرون في انتظار البيانات المالية السنوية من أجل إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية وتبني سياسات جديدة تراعي الأوضاع الاقتصادية للعام القادم الفين وستة عشر عوامل الرئيسية لهذا الأداء أبرزها غياب المحافظات لاستثمارات الأسواق المالية الخالجية بسبب تراجعات أسعار النفط وهي الأساس التي تبنى عليها الموازنات خاصة مع ترقب الأرقام والمواشرات إضافة إلى ذلك الواقع الاقتصاد العالمي في ظل ظهور توقعات الولايات المتحدة الأمريكية برفع نسب الفائدة سعود بن سعيد المعولي سوق مصغط للأوراق المالية مجموعة من المنتجات والخامات المحلية والعالمية في تصاميم مستلزمات الأثاث المنزلي احتواها معرض البيت العصري بمركز عمال الدولي للمعرض المعرض يفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية لثلاثة أيام أرعى حفل الافتتاح مع علي الشيخة عائشة بدخلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية لخلق بيئة منزلية عصرية ومثالية في مجال تصاميم المنازل وأدوات الأثاث المنزلي وتوفير مناخ مناسب لعرض التنافسية بين المنتجات المحلية والعالمية انطلقت أعمال النسخة الخامسة لمعرض البيت العصري الذي يشارك فيه أكثر من تسعين شركة محلية ودولية تعرض أحدث التصاميم الداخلية والخارجية والتجهيزات الحديثة للبيت العصري يعتبر هذا المعرض فرصة حقيقية للتقام مع النخبة من رواد الأعمال في مجال البيت العصري نتبادل معهم الأفكار والآراء والتجارب ولنستفيد نحن منها كشركة لنرتقي بالشركة لتكون شركة مساهمة ورائدة في الأسواق المحلية وأيضا نطمح إن شاء الله أن ندخل الأسواق الخليقية في أقرب وقت ممكن مشاركنا في معرض البيت العصري كانت مشاركة جميلة لهذا العام لعام 2015 وكانت منافسة جيدة لإظهار المنتجات العصرية والحديثة لهذا العام وإن شاء الله نتمنى في السنوات القادمة والجاية بإبراز المواهب أو التنافسي لجميع المنتجات يظن المعرض مزيجا شاملا من الخدمات والمنتجات التي تشمل جميع جوانب التطوير العقاري وبناء المنازل والأثاث والمفروشات والأدوات الصحية وفق أحدث التشكيلات العصرية التي تتوافق مع الحياة الاجتماعية في السلطنة كما يشارك قطاع صناعات الحرفية التقليدية بعرض منتجاته بالمعرض ويوفر المعرض بيئة خصبة لعقد الصفقات التجارية بين المؤسسات المشاركة ورواد الأعمال المعرض وفننا فرصة ممتازة لعرض منتجاتنا في مجال الديكور كيكون شركة مختصة في البيئة المنزلية طبعا تكون شركة ديكوستون هي من الشركات السباقة في مشاركات في هذه المعارض كالبيت العصري حبيت أشوف المعرض وآخر تطورات المباني في السلطنة والمصانع ما شاء الله ما توقعت أنه في مصانع كثيرة في داخل السلطنة فيها مواد بناء وغيره إن شاء الله نشوف باج المعرض ونأخذ فكرة أكثر بعد على باج المشاركات والمصانع ومن المتوقع أن يشهد المعرض في نسخته الحالية إقبالا كبيرا من الزوار إذ أنه وجهة مثالية لاكتشاف طرق جديدة لتحسين البيئة المنزلية إذن فترتنا الإخبارية لا زالت متواصلة وننتقل بحضراتكم إلى جولة من أخبار المحافظات وقعت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربيك اتفاقيات عمل تقدر بنحو 40 مليون ريال عماني مع عدد من المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة جاء التوقيع خلال افتتاح الملتقى الرابع لموردي أوربيك 2015 رعى حفظ الافتتاح صاحب السمو والسيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد الأمين العام المساعد بمجلس البحث العلمي ضمن مسؤولياتها في تحقيق قيمة محلية مضافة عبر إتاحة الفرص للمؤسسات المحلية في أعمال مناسبة لقدراتها وإمكانياتها جاء توقيع شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية على عقود عمل مع المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة بقيمة تربو على أربعين مليون ريال وذلك خلال الملتقى الرابع لموردي أوربيك 2015 والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي نحن أيضا نسعى من خلال هذا الملتقى والملتقيات السابقة في تحسين الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تتنافس على المناقصات التي نقوم بالإعلان عنها بشكل سنوي وكشفت الشركة خلال الحفل عن أكثر من مئة فرصة استثمارية في المواد والصيانة والخدمات وذلك لأصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسلوب شفاف يبين نوع العمل وشروطه وقيمته على موقعها الإكتروني ليتنافس عليها أصحاب الأعمال بأسلوب حضاري راقن هذا الملتقى يعد منصة هامة للاتقاء مع الموردين المحليين والموردين العالميين ويعد فرصة هامة لخلق شراكات والتعرف على فرص الأعمال التي تتاح من خلال شركة أوروبيك لا شك أن توقع مثل هذه الاتفاقية يشكل دعما كبيرا لنا في تقدم أو في إحراز تطوير لنا وفي تحقيق الاستدامة والنمو لشركتنا المحلية العمانية الجدير بالذكر أن أوروبيك توفر 100% من الوقود المستهلك في السلطنة كما أنها وضعت نسبة 12% من إجمالي قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الباطنة وذلك تشجيعا للموردين المحليين منصور بن ناصر السعدي ولاية صحار محافظة شمال الباطنة التوسعة المكانية لمستشفى البريم المرجعي أصبحت ضرورة ملحة نظرا للزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين منه من داخل المحافظة وخارجها أبرز ما ركز عليه المجلس البلدي في اجتماعه التاسع هذا العام المجلس أيضا ناقش التحديات التي تواجه ذوي لعاقة الحركية في المحافظة سعيا منه في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات بين ردهات المستشفى البريم المرجعي تجول الأعضاء الأهليون بالمجلس البلدي بالمحافظة وقفوا من خلال هذه الزيارة على أهم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين من داخل المحافظة وخارجها وخرجوا بعدد من التوصيات قمنا بزيارة مستشفى البريم في الفترة الأخيرة والتقين مع المسؤولين هناك طبعا مديرة المستشفى والكادر الموجود وبالتالي ظهرنا ببعض التوصيات من أعضاء المجلس وهي التأكيد على عملية التوسعة المكانية للمستشفى وأقسامه فعلا نحتاج إلى توسعة المكان لتضم طبعا المواد والأدوات والأقسام وصيليات إلى غير ذلك وإلحاقا لهذه الزيارة استضاف المجلس البلدي في اجتماعه التاسع هذا العام مديرة المستشفى لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرضى كتوفير خدمة الزيارات الميدانية لكبار السن وذوي الإعاقة ونقل قسم وحدة العلاج الطبيعي لمبنى مستقل متكامل إضافة إلى توسعة وحدة غسيل الكلاء وحدة غسيل الكلاء موجودة في مستشفى البريم من 2008 وفي حاجة ملحة لزيادة عدد الأسرة في وحدة غسيل الكلاء وفعلا فيه توجه من الوزارة ومن المستشفى لبناء وحدة جديدة تستوعب 30 سرير كما استضاف المجلس عددا من ذوي الإعاقة الحركية في المحافظة للاستماع إلى أهم التحديات التي تواجههم من مختلف الجوانب المادية منها والنفسية والاجتماعية سهلون في الدوائل الحكومية مثل مصاعد مثل اللي هم بالإنجليز سمو سلب وتسهيل مواقف دوائل الحكومية سواء في الشرطة سواء في جميع الدوائل الحكومية ما يسهل لنا خدمتنا كأسوية فهذا المطلوب وعلى الرغم من توفر عدد من مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة في عدد من المؤسسات الحكومية إلا أنه من المؤسف أن نرى قيام بعض الأسوياء بشغرها بطريقة غير قانونية الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة أن نظر في إيجاد آلية لحفظ أحد حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع من ولاية البوريمي أنور بالزاهر الغريبي اختتم في ولاية جعلان بني بوعلي برنامج الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتهدف الحملة للكشف المبكر عن هذا السرطان في الولاية من أجل تعزيز مفهوم أهمية الكشف المبكر لدى الأمهات وقدمت الحملة تعريفا عن سرطان الثدي وعراضه والتعرف على العوامل المساهمة في انتشاره وتدريب أكبر شريحة ممكنة من الإناث في المجتمع على الفحص الذاتي كما شملت الحملة استعراضا شاديا تم عرضا مرئيا واختتمت بتكريم المشاركين والدعمين للحملة تزدان ولاية ثمريت بمعالم حضارية وصحية وتعليمية تؤكد على أن التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة تعم كل بقعة من أرض الوطن وتمثل الولاية سوقا مفتوحا يربط محافظتي الوسطى بظفار ولاية ثمريت أصبحت في العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه كغيرها من ولايات السلطنة تتوفر بها الكثير من الخدمات الحكومية والمشاريع التنموية التي تلامس احتياجات المواطن كالمساكن الاجتماعية التي تنفذها وزارة الإسكان ووجود معظم المؤسسات الحكومية الخدمية التي تسهل للمواطنين إنجاز معاملاتهم ولاية ثمريت من الولايات المهمة في محافظة الضفار وهذه الولاية تمتعت بالكثير بالتطور في عهد مولانا حضرة صاحب القلالة وهذا التطور الملموس لكل مواطن من توفر الخدمات العامة والخدمات الخدمية الموجودة في الولاية ونحن بدورنا كمكتب وزير الدولة ومحافظة الضفار يقوم بالربط بين هذه الخدمات والمواطن على أساس أنها تتوفر لهذه الولاية حيث أن هذه الولاية ولاية كبيرة وشاسعة ومساحات طويلة فلهذا كل الخدمات الحاول أن تغطي جميع ربوع الولاية كما أنه يجري حاليا إنشاء عدد من المشاريع الحكومية كالمركز الرياضي بثمريت ومبنى جمعية المرأة العمانية بالولاية الذي بدوره سيسهم في إقامة العديد من الفعاليات الثقافية وتفعيل أكثر لدور المرأة بالولاية إنشاء حديقة عامة لولاية الثمريت وإنشاء عدد من الطرق وكذلك يوجد اعتمادات جديدة لطرق جديدة في الولاية والنيابات التابعة للولاية وهذه الخدمات تقدمها بلدية الضفار من إنارة الشوارع إلى رصف الشوارع الكثيرة الموجودة في الولاية والنيابات التابعة لها وكذلك هناك مشاريع جديدة من ضمنها مشاريع الشؤون الرياضية وهي إنشاء المركز الرياضي بالولاية الثمريت وبدأ المشروع فيه ولا ننسى دور المرأة وأهمية دور المرأة في الولاية حيث تم إنشاء مقر جمعية جديدة للمرأة على أعلى مستوى لخدمة العنصر النسائي في الولاية وقد شهدت ولاية ثمريد خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا في مجالات التنمية المختلفة سالم زعبنوت المهري ولاية ثمريد محافظة ظفار 9654 زائرا هم عدد زوار مواقع أرض اللبان بمحافظة ظفار في شهر نوبمبر الماضي وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان الشؤون الثقافية وأوضحت الإحصائية بأن عدد زوار منتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 4523 زائرا وبلغ عدد زوار منتزه سمهرم الأثري 3737 زائرا فيما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكا الطبيعية لأشجار اللبان وموقع أوبار الأثري 1394 زائرا هذا ويقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطوير عدد من المواقع الأثرية وتزويدها بالمرافق الخدمية والجمالية بهدف تعزيز السياحة التقافية والأثرية بمحافظة ظفار تجدر الإشارة إلى أن البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكا مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي تحت مسمى مواقع أرض اللبان النشرة انتهت وهذا تذكير بالعناوين معالجة مغالاة الأفكار في العالم العربي محور نقاشات مؤتمر التطرف الفكري المنعقد في مصقر نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية تحتضن فعاليات مهرجان المسرح العماني السادس الجيش السلطاني العماني والحرس السلطاني يحتكلان بيوم المتقاعدين وكنتم قد تابعتم في أخبار المحافظات اتفاقيات عمل بأكثر من 40 مليون ريال عماني مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى الرابع لمورد أوربيك فترتنا الإخبار ينتهت شكرا لكم في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا لكم